شراكة استراتيجية وتعاون وثيق في المجالات كافة أساس ارتكزت عليه العلاقات المصرية الإماراتية على مدى 51 عاما وساهمت في تحولها إلى نموذج يحتذا به في العلاقات الدولية والعلاقات العربية العربية مصر والإمارات طراز رفيع في العلاقات بين الدول والشعوب على حد سواء حيث يجمع البلدين روابط تاريخية وأخوة راسخة أثمرت على مدى نصف قرن توافقا في مختلف القضايا توافق لم تهزه أو تؤثر عليه رياح الأزمات المتلاحقة والتحديات العالمية والتقلبات الساخنة التي شهدتها المنطقة العربية خلال العقد الماضي وإنما زادت من حجم التنسيق المستمر بين البلدين على مدار السنوات التسع الماضية اكتسبت العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي زخما كبيرا على مستوى قيادة البلدين حيث بلغ عدد اللقاءات والقمم التي التقى فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد منذ أن كان وليا لعهد أبو ظبي إلى أكثر من أربعين لقاء بينها خمسة لقاءات وقمم جمعتهما منذ تولي بن زايد رئاسة الدولة في مايو الماضي مكافحة التطرف والإرهاب تقويض التدخل في شؤون دول المنطقة ودعم جهود استقرار المنطقة ثوابت لطالما أكد عليها البلدان في مختلف المحافل العربية والدولية فالعلاقات المصرية الإماراتية تتسم بأنها قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية اقتصاديا تأتي المصالح والروابط التجارية والاستثمارية كأحد أبرز ركائز قوة العلاقات بين مصر والإمارات واكتسبت شكلا أكثر تطورا منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم عام 2014 وباتت السوق الإماراتية الوجهة الأولى للصادرات المصرية فيما تأتي الإمارات في مقدمة الدول التي تملك استثمارات في السوق المصرية وصلت إلى 16 مليار دولار في مجالات النقل والاتصالات والطاقة والزراعة والتكنولوجيا وغيرها من قطاعات التنمية في مصر سياسيا اقتصاديا واكتماعيا تتنامى العلاقات المصرية الإماراتية في تنسيق وتناغم ليس على المستوى الثنائي فحسب وإنما على مستوى إقليمي يضمن تحقيق ما تصب إليه شعوب المنطقة وحفظ استقرار الدول وصون قدراتها ترجمة نانسي قنقر